أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الزراعي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة لبرنامج فن هندسة زراعية وحدة تشغيل وصيانة شبكات الرأي في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العوامل اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنختار طريقة الرأي ودي مهمة جدا العوامل اللي على اساسة بحدد انا هستخدم طريقة رأي ايه في المزرعة بتاعتي وانا اهم العوامل دي توبغرافية الارض ونقصد بتوبغرافية الارض مدى استواء الارض دي ايه التضريس اللي موجودة في الارض دي وعلى اساسها بختار طريقة الرأي اللي انا هستخدمها فلو عند ارض مثلا فيها ارتفاعات وانخفاضات ما استخدمش فيها طرق رأي تقليدية لانها هعمل عمليات تسوية وهتكون مكلفة جدا العامل الثاني من العوامل اللي احنا قلنا لازم نراعيها توفر الماء مدى توفر الماء المنطقة اللي انا فيها لو فيها مية كتيرة ومتوفرة ممكن استخدم طرق التقليدية الرأي السطحي او الرأي بالغمر لكن المية لو ليلة والندر لازم نستخدم طرق رأي حديثة سواء كانت الرأي بالرشة او الطنقيت عشان اقدر اوفر واختصر وما اهدرش مية مش بس كده قلنا ان احنا لما بنستخدم طرق الرأي الحديثة لازم انا حلل المية دي المتوفرة عندي لو المية فيها نسبة ملوحة قولا واحدا مش هستخدم طرق الرأي بالرش وإلا هتعمل لي مشاكل كتيرة جدا عنا باتات بتاعتي وبالتالي مش مدى توفر المية بس لأ او مدى درجة ملوحة المية دي قلنا في عوامل تانية زي رأس المال وده مهم جدا لان عشان استخدم طرق رأي حديثة وانشة وانشة شبكات رأي حديثة سواء كانت رأي بالرشة او رأي بالطنقيت لازم يكون فيه رأس مال متوفر ثم اتكلمنا في الجزء التاني من الحلقة عن التدرج اللي حصل في طرق رفع المياه التطور اللي حصل في الآلات اللي احنا استخدمناها عشان نرفع بيها المياه وكانت البداية في الشدوف اول طريقة استخدمها الفلاح في رفع المياه من مصادرها الى الارض الشدوف تطور الشدوف شوية استخدمنا الساقية واستعننا بالحيوان ووفرنا مجهود الانسان لحد مواصلنا الى المضخة واللي حد نستخدمها لحد النهاردة في وقتنا الحالي وتكلمنا بالتفصيل عن المضخة الطرد المركزية بداية من تركيب المضخة ومميزات وعيوب المضخة ثم تحدثنا عن خطوات مهارة تشغيل المضخة الطرد المركزية وفي الجزء الاخير من الحلقة تكلمنا عن الاحتياطات والشروط اللي لازم ان اراعيها عند تثبيت المضخة او عند قبل تشغيل المضخة واثناء تشغيل المضخة وكذلك الاشتراطات اللي لازم ان انا اراعيها بعد تشغيل المضخة الطرد المركزية النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن النوع التاني من المضخات المضخة الغاطسة المضخة الغاطسة المضخة الغاطسة بنستخدمها لما يكون مصدر المية بتاعي هو القابار النوع التاني من المضخات اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة المضخة الغاطسة المضخة الغاطسة بنستخدمها لما بيكون مصدر المية بتاعي هو القابار والحقيقة انا لازم ان نقول ان حصل تطور كبير في المضخات الغاطسة وده رجع اللي حصل تطور فيه المحرك الكهربي اللي بنستخدمه في تشغيل المضخة الغاطسة وكيفية عزل الاسلاك والوصلات اللي موجودة بحيث ان المحرك ده بيشتغل في اعماق البير في المية وتحت عم قياس المية وخمسين متر بكفاة عالية جدا التطور اللي حصل فيه المحرك الكهربي وفيه كيفية عزل الوصلات والاسلاك بتاعة المحرك الكهربي ادى الى حدوث طفرة فيه استخدام المضخات الغاطسة وانا دايما بحب اعرف المضخة الغاطسة انها مضخة في الاصلها مضخة طاردة مركزية ولكن زودت بمحرك كهربي بيعمل غاطسة في الماء عشان كده سمناها مضخة غاطسة تعالوا مع بعض ونشوف عرضنا النهاردة ونتكلم بشيء من التفصيل عن المضخة الغاطسة المضخة الغاطسة زي ما بينا قدامنا تستخدم عندما يكون مصدر المياه هو الابار تستخدم عندما يكون مصدر المياه بتاعي البير الابار طاقة السحب بتاعتها 300 متر يعني 30 ضغط داوي وعاوزك دايما تحفظ ان واحد ضغط جوي يعني 10 متر طاقة السحب عمود السحب الاستاتيكي طاقة السحب 300 متر وده طبعا بيتوقف على عدد المراوح وعلى قطر المضخة ودي حاجات هنشرحها بعد كده طاقة المضخة الغاطسة مما تتكون المضخة الغاطسة اللي قدامنا دي اللي انا بشار عليها بالموس دي مضخة غاطسة دي مضخة غاطسة حقيقة صورة حقيقية لمدخة الغاطيسة وهنا شكل تخطيطه عشان اوريك الاجزاء اللي مش هتبان من بره الاجزاء الداخلية التي لن تتضح من الخارج تاني انا لازلت مصمم زي ما بقولي الطلبة بتوعي نظام الجدارات او المناهج المبنية على الجدارات الاساس فيها ان انا اعلمك مهارة مش ان انا احفزك كلام اعلمك مهارة عشان تقدر تخرج لسوق العمل جدير في مجموعة من المهارات تؤاهلك انك لاقي فرصة عمل عشان كده انا لما بتكلم عن المدخة الغاطيسة ما بتكلمش كلام راضي انا اجابلك قدامك المدخة الغاطيسة وعمل لك قطاع فيها عشان اظهر لك الاشياء اللي ما بتظهرش من الخارج بعيد تعالوا واحدة واحدة مع بعض كده نتكلم مما تتكون المدخة الغاطيسة الجزء اللي فوق ده كله المدخة والجزء اللي تحت ده المولئ المطور الكهرابي دي المدخة ودي المطور الكهرابي المطور الكهرابي بيكون لأسفل دائما دي المدخة وده المطور الكهرابي تابل المدخة بتتكون من ايه رقم واحد ده اسمها أمبوب الطرد الجزء اللي فوق ده اسمه أمبوب الطرد طيب رقم اتنين طاصة الطرد ورقم ثلاثة محامل الطرد إذن واحد واثنين وثلاثة دي أمبوب الطرد ودي طاصة الطرد ودي محامل الطرد اللي هم الجزء اللي فوق ده واحدة واحدة وأنا هعيد وهشرح تاني وتالت الجزء اللي فوق ده كله اسمه المضخة واللي تحت ده المطور الكهرابي المضخة أجزائها عبارة عن إيه؟ قلت الجزء الأولاني من المضخة بنسميه أمبوب الطرد وتحت منه طاصة الطرد وتحت منه محامل الطرد إذن دي طاصة الطرد ودي تحت منها محامل الطرد إذن أمبوب الطرد يليه طاصة الطرد وتحتهم محامل إيه الطرد طب رقم اربعة طاصة وسيطية أهي دي شكلها طاصة إيه وسيطية رقم خمسة لعدو الدوار أهو رقم خمسة لعدو لإيه؟ الدوار طب رقم ستة طوق الدفع فين رقم ستة؟ رقم ستة طوق الدفع أهي أولاد رقم ستة طوق الدفع سبعة محامل الطاصة الوسيطية تاني سبعة محامل الطاصة الوسيطية فوق منها إيه بقى؟ فمحامل الطاصة الوسيطية هنلاقي رقم 6 اللي هو طوق الدفع ورقم 5 العضو الدوار ورقم 4 الطاصة الوسيطة تمام يا شباب تمام تاني الجزء اللي فوق ده أنبوب الطرد بعد منه طاصة الطرد بعد منه محامل الطرد الجزء اللي تحت منه طاصة وسيطية بعدها العضو الدوار ثم طوق الدفع وتحت منهم محامل الطاصة الوسيطة طب رقم 8 طوق التسبيت رقم 8 طوق ايه؟ طوق تسبيت رقم 8 طوق ايه؟ طوق تسبيت طب 9 عمود المضخ 9 ده ايه؟ عمود المضخ 9 ده ايه؟ عمود المضخ طب 10 مدخل السحب 10 مدخل السحب 11 وصلة السحب ايه؟ وصلة السحب طيب تاني عشان ما تقوليش ان انا بقول بسرعة احنا وصلنا ان 7 ده محامل الطاصة الوسيطية وفوقها طوق الدفع والعضو الدوار والطاصة الوسيطية 8 قلن ده طوق التسبيت طوق تسبيت 9 عمود المضخ اهو عمود المضخ اهو عمود المضخ اهو بيتصل بعمود المطور بواسطة ايه؟ قارن ربط بيتصل بعمود المطور بواسطة قارن ربط طب واحدة واحدة عشان ما ما تتلقفنوش طيب عمود المضخ طب رقم رقم 9 عمود المضخ رقم 10 ايه؟ رقم 10 مدخل السحب وتحت منها انبوب السحب رقم 11 رقم 10 ده مدخل السحب اللي بتخش منه المية تحت منها ايه؟ انبوب السحب قارن ربط رقم 12 قارن ربط ده ايه؟ قارن ربط ده برقم 12 بيصل بين ايه؟ بين عمود المضخ بعمود المطور بيصل او بيربط قارن ربط عمود المضخ بعمود الايه؟ قارن ربط عمود المضخ بعمود الايه؟ بعمود المطور الجزء اللي تحت طبعا المطور الكهرباء هي انا مهم جدا انك تكون عارف مكونات المضخ الغاطسة هتفيدك جدا لما تخلص شهادتك وتطلع تشتغل في الفيلد معلومات دي هتفيدك جدا هتفرقك عن غيرك من المشرفين اللي موجودين في المزرعة هنقولها تاني بسرعة ان المضخة الغاطسة بتتكون من الجزء اللي فودة بنسمي المضخة الجزء اللي تحت ده المطور المضخة عبارة عن رقم واحد انبوب طرد بعد منها طاس الطرد بعد منها محامل الطرد ثم طاسة وسيطية وعضو دوار وطوق الدفع وتحت منهم محامل الطاسة الوسيطية ثم هنلاقي بعد كده طوق التسبيت وعمود المضخة ثم مدخل السحب وانبوب السحب مدخل السحب وانبوب السحب ووصلة او قارن بيار ربط عمود المضخة بعمود المطور وفي الاخر خالص مطور كهربي ايه الاسباب اللي قدت الى انتشار المضخة الغاطصة؟ زي ما قلت هي في الاصل مضخة طرد مركزي مزود بمحرك احتراق او كهربي يمكن العمل وهو غاطصاً عشان كيسم منها مضخات الغاطصة اذا افضل تعريف انا بحبه او انا بافضله للمضخات الغاطصة ان هي مضخة طرد مركزي مزودة بمحرك احتراق او محرك كهربي يمكنه العمل وهو غاطصاً تحت الماء ودائماً وابداً بيكون المحرك الكهربي في الاسفل وزي ما قلت في المقدمة بتحتي ان رجع او يرجع الانتشار مضخات الغاطصة لتحسن اداء عمل المحرك بالاضافة الى تحسن الوصلات والاسلاك الكهربائية والسدادات التي تجعل المحرك معزولاً عن الماء عندما يكون مغمور اذا رجع كتير لانتشار المضخات الى التحسن في اداء المحرك وهذا التحسن في اداء المحرك راجع الى الطرق الحديثة والمبتقرة اللي مكنتنا من عزل الوصلات والاسلاك الكهربائية والسدادات التي جعلت المحرك معزولاً عن الماء عندما يكون مغموراً ايه هي مميزات المضخات الغاطصة رقم واحد؟ يمكن لمحرك المضخة الغاطصة ان يعمل بكفاءة قد تصل في اعماق قد تصل المضخات الغاطصة اللي معادش لها لازمة في المضخات الغاطصة كانت موجودة في المضخة التربينية تاني الميزة الاولانية ان هو المضخة الغاطصة بتستطيع ان تعمل تحت الماء في اعماق قد تصل ل150 متر اعماق كبيرة جداً عيلاً الميزة التانية ان احنا قدرنا نستغني عن بعض الاجزاء اللي كانت موجودة في المضخة التربينية ما عادش لها عازة في المضخة الغاطصة زي عن عمود الادارة الطويل مجموعة كراسة تحميل وكذلك عن غرفة المضخة اللازمة للمضخة التربينية تبيعي بها ما هي عيوب المضخة الغاطصة رقم واحد؟ المضخة الغاطصة بتتأثر بالرمال الموجودة في المياه الجوفية اداء وكفاءة في شاينسي بتاع المضخة الغاطصة بيتأثر بدرجة كبيرة بالرمال الموجودة في المياه الجوفية العيب التاني ان بيصعب اجراء عملية الصيانة للمضخة الغاطصة لان المضخة الطردة المركزية بتبقى موجودة قدامي على سطح الارض فبقدر اشوفها واقدر اعملها الصيانة بسهولة لكن المضخة الغاطصة دي بتكون موجودة في المياه موجودة في تحت المياه عشان كده بيكون من الصعب ان انا اجري لها عملية الصيانة اهم الاعطال التي قد تحدث في المضخات الغاطصة وانا الحقيقة برضو لازلت مصمم ان انا هركز على الحاجات الفنية اللي بتفيدك انت عشان تقدر تكون مؤهل لسوق العمل تاني لازم ان تكون عندك بعض الخلفيات الفنية وده الهدف من المناهج المبنية على الجدرات ان يكون لديك مهارات خبرات فنية بتكتسبها من اداء المهارات اللي احنا بندرسها في مناهجنا عشان كده انا هتكلم عن الاعطال الشائعة في المضخات الغاطصة بعرفك ايه اهم الاعطار شيوعا او اكثر الاعطال شيوعا في المضخة الغاطصة رقم واحد المحرك بيعمل في اتجاه العكس سببه ايه؟ بيحدث كثيرا عندما نستخدم نظام كهرباء سلاس الاطوار طيب العطل التاني الضغط اكبر من طاقة المضخة الضغط علوه الضغط اكبر من طاقة المضخة الممكنة المضخة اللي عندي الضغط اعلى منها اكبر منها ثلاثة انسداد فتحة السحب وهتنسد ليه فتحة السحب سواء بمواد غريبة او في ترسبات ترسبات ملحية او انهار جزء من البير فسد فتحة السحب بالمضخة اذا العطل التالت انسداد فتحة السحب والاسباب التي قد تؤدي ان فتحة سحب المضخة تنسد حاجة من ثلاثة مواد غريبة او ترسبات ملحية او انهار جزء من البير فوق فتحة سحب المضخة العطل الرابع انسداد المضخة بس المرة دي مش بسبب ان في جزء من البير وقع او بسبب الشواب اللي موجودة او الترسبات الملحية لا انسداد المضخة بواسطة فقاعات هوائية بنسميه جيب هوا المضخة فيها جيب هوا وفي الحالة دي مش هتطلع ميا نهائيا من المضخة اذا من احد الاعطار المشهورة للمضخة الغاطسة انسدادها بواسطة فقاعة هوا او جيب هوا وفي الحالة دي المضخة مش هتطلع ميا خالص العطل اللي بعد كده انخفاض الجهد الكهرابي عن المقدار المطلوب لتشغيل المضخة الجهد الكهرابي اللي وصل للمضخة اجل من اللي احنا محتاجينه عشان المضخة تشتغل العطل اللي بعد كده انسداد سمام عدم الرجوع الموجود فوق المضخة لما نجد فوق المضخة او بعض المضخة بنحط سمام اسمه سمام عادية من الرجوع من اسم السمام بنعرف وظيفته عدم الرجوع لانه هو بيسمع بمرور الماء من المضخة لاتجاه الشبكة ما بيسمعش انها ترجع من الشبكة للمضخة تاني عندنا سمام فوق المضخة اسمه سمام عدم الرجوع فايدته ان هو بيسمع بمرور الماء في اتجاه واحد من المضخة للشبكة وبيمنع رجوعها من الشبكة للمضخة بيحدث له انسداد وبالتالي ما بيسمعش لبرور الماء من هنا او من هنا اذا احد الاعطال الشائعة في المضخات الغاطسة هي انسداد سمام عدم الرجوع الموجود فوق المضخة العطل اللي بعد كده انسداد انابيب الضخ او التصرف باي عائق من العوائق خطأ في التوصيل الكهرابي لو حصل خطأ في توصيل الكهرابي من المطور الكهرابي للمضخة وبالتالي المضخة مش هتشتغل اذا احد الاعطال الشائعة التي تؤدي الى عدم تشغيل المضخة ان في خطأ في التوصيل الكهرابي العطل اللي بعد كده احتكاك ميكانيكي في المضخة او المحرك ان في حصل احتكاك ميكانيكي اما داخل الاجزاء المتحركة في المضخة او الاجزاء المتحركة في المحرك اذا وده شائع جدا على فكرة الاحتكاك الميكانيكي ان الاعطال اللي بتنته يعني الاحتكاك الميكانيكي سواء كان للاجزاء المتحركة اللي في المضخة او الاجزاء المتحركة اللي في المحرك من احد الاعطال كثيرة الحدوث حدوث سقب في انابيب الضخ او انابيب التصريف تتسبب في تصرب المياه قبل وصولها الى سطح الارض الجزء التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة وحدة التحكم الرئيسية الجزء التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة وحدة التحكم الرئيسية طيب بتتكون من ايه وحدة التحكم الرئيسية بتاعتنا ووظيفتها ايه لما نجي نتكلم وحدة التحكم الرئيسية لازم نعرف اول ايه هي وظيفة وحدة التحكم الرئيسية والحاجة التانية اللي نتكلم فيها مكونات وحدة التحكم الرئيسية اول وظيفة بتقوم بها وحدة التحكم الرئيسية هي بتتحكم في كمية اولا بتتحكم في كمية المياه اللي بتروح للشبكة بتتحكم في كمية المياه اللي بتروح للشبكة عن طريق سمام اسمه سمام التصرف طيب وإيه تاني مسؤولة عن تنقية المياه اللي بتخش الشبكة من الشوائب اللي فيها تاني وحدة التحكم الرئاسية أو الوظيفة لها أنها بتحدد لي كمية المياه التي تضاف إلى الشبكة عن طريق سمام التصرف تحدد كمية المياه التي تخش الشبكة الوظيفة الثانية أنها مسؤولة عن تنقية المياه التي تخش الشبكة من الشوائب العالقة بها باستخدام المرشحات وحدة المرشحات الموجودة في وحدة التحكم الرئيسية بتستخدم في تنقية المياه التي تدخل إلى الشبكة لها وظيفة أخرى أي نعم من أحد وظيفة وحدة التحكم الرئيسية أنها إضافة السمادة إلى الشبكة وبالتالي إضافة الأسمدة الكيموية المزابة في الماء إلى شبكة الرأي عشان توصل إلى النباتات طيب مما تتكون وحدة التحكم الرئيسية بتتكون وحدة التحكم الرئيسية من مجموعة من المحابس أول حاجة إيه؟ محابس والمحابس اللي بتتكون منها هم أربع محابس المحبس الأولاني محبس التحكم في التصرف محبس التصرف والمحبس التالي بنسميه محبس تفريغ هوا المحبس التالي اسمه محبس عدم رجوع بالإضافة المحابس اللي موجودة على السمادات إذا وحدة التحكم الرئيسية بتتكون من إيه؟ مجموعة محابس وقلناهم وإيه تاني؟ ونوعين من العدادات مجموعة عدادات أو نوعين من العدادات عدادات ضغط وعدادات حساب تصرف ده بالمكون التالت السمادات اللي عن طريقها بنضيف الأسميدة الكيموية إلى المياه لشبكة الرئيس آخر حاجة بتتكون منها الواحدة التحكم الرئيسية الفلاتر وعند تلات أنواع من الفلاتر تلات أنواع من الفلاتر الفلتر الشبكي والفرطل الرملي والفرطل الحلقي ودول بمسؤولين عن أنهم يعملوا عملية تنظيف للمياه اللي موجودة في الشبكة من الشواب الموجودة فيها كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هنشوفها بالتفصيل مع بعض في العرض بتاعنا وحدة التحكم الرئيسية هي اللي بتالي الترمبة هي اللي بعد الترمبة على طول فايدتها ايه وحدة التحكم دي اول حاجة بتنظم الضغط تاني وحدة التحكم الرئيسية هي اللي بعد الترمبة على طول تب فايدتها ايه رقم واحد بتنظم الضغط اثنين تحت زي ما انا قلت تحديد كمية المياه المطلوب اضافتها للمزرعة كمية المياه اللي بتخش الشبكة رقم ثلاثة ان هي بترشح الماء والتنقي من الشواب الموجودة فيه رقم اربعة اضافة الاسمدة من خلالها تاني وحدة التحكم الرئيسية هي اللي بعد هي التي تلي التلومبة مباشرة ايه وظيفة وحدة التحكم الرئيسية لها اربع وظايف اول وظيفة انها بتنظم للضغط اللي موجود في الشبكة تبتاني وظيفة بتحدد لي كمية المياه اللي انا هضيفها للمزرعة الوظيفة التالتة بتنظف للمياه من الشوائب العليقة فيها ترشيح الماء واخر حاجة اضافة الاسمدة من خلالها طيب وحدة التحكم الرئيسية بتتكون من واحد مجموعة من الصمامات او المحابس مجموعة من الصمامات او المحابس للتحكم في التشغيل اثنين مجموعة من العدادات واحد لقياس الضغط اوما عددين واحد لقياس الضغط أو عددات بس هم بيستخدموا لقياس الضغط أو قياس التصرف ثلاثة وحدة المرشحات سواء كان المرشح اللي عندي ده مرشح شبكي أو مرشح حلقي أو مرشح رملي وحدة التسميد اللي عن طريقها بنضيف المواد الكيموية والأسمدة إلى شبكة الرأي ثاني وحدة وحدة مما تتكون وحدة التحكم الرئيسية اللي احنا قلنا وظائفها بتتكون من مجموعة من المحابس عشان نتحكم في تشغيل الشبكة وبتتكون من مجموعة من العددات لقياس الضغط والتصرف وكذلك وحدة المرشحات وأنا عندي تلات أنواع من المرشحات سواء كانت الفلاتر الشبكية أو الرملية أو الحلقية وآخر حاجة وحدة التسميد والتي عن طريقها بنستطيع إضافة الأسمدة إلى الشبكة طب تعالوا بقى ناخد كل واحدة من مكونات وحدة التحكم الرئيسية ونتعرف على المحابس أو العددات اسمها إيه وفيدتها إيه في شبكة الرأي أولا مجموعة المحابس اللي بتتحكم في التشغيل أو مجموعة الصمامات اللي بتتحكم في التشغيل أول محبس اسمه محبس تفريغ الهواء ومحبس تفريغ الهواء ده مهم جدا 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 قبل ما بنشغل الشبكة بتحتي بنفرغ الهواء عن طريق المحبس ده وانا جاب لكم شكل المحبس ده في الفيلد بيكون شكله ازاي والله راحست ان المصورة اللي فوق دي هي اللي بيتفرغ منها الهواء بيطلع منها الهواء إذن محبس تفريغ الهواء زي ما هو باين جدامنا في آآ صورة إن هو ده بيستخدم في التخلص من الهواء اللي موجود في المواسير أو في الشبكة أو تخلص من الفقعات الهوائية بالشبكة قبل التشغيل وده مهم جدا عشان ما يحصل ليش وجود فقعات هوائية تأميلي جيب هوا في الشبكة بتحتي إذن أول وحبس من مجموعة المحابس اللي موجودة في الشبكة اللي بتتحكم في تشغيل المضخة اللي بتتحكم في تشغيل الشبكة هو محبس تفريغ الهواء وزي ما هو باين قدامنا شكله إن المحبس ده بيركب على الشبكة الهدف منه إن أنا أفرغ الشبكة من الهواء اللي موجود فيها أو الهواء اللي موجود داخل المواسير محبس التاني محبس عجم الرجوع محبس عدم الرجوع ده أنا دايما أقول أنه وظفته بينا من اسمه أنه هو بيسمح بمرور الماء وان سايد في اتجاه واحد زي ما قدامنا كده بالسهم ده بيسمح بمرور الماء في اتجاه ده اللي هو من الترمبة إلى داخل الشبكة وبيمنع مرور الماء من الشبكة مرة أخرى إلى الترمبة محبس عدم الرجوع محبس لعدم السماح بعودة المياه إلى الترمبة وقت الغلق حيث يسمح بمرور الماء في اتجاه من المضخة إلى باقي مكونات شبكة الري ولا يسمح للماء بالمرور في الاتجاه العكسي تاني محبس عدم الرجوع وظفته بينا من اسمه أنه هو بيسمح بمرور الماء في اتجاه واحد الاتجاه الواحد ده منين من المضخة إلى باقي أجزاء الشبكة محبس رقم ثلاثة محبس التحكم في تصرف الترمبة وده بيبقى موجود فوق مصورة الطردة عشان نستطيع أننا نتحكم في كمية المياه اللي بتدخل إلى الشبكة محبس التحكم في تصرف الترمبة وده بيكون موجود فوق بعد مصورة الطردة عشان نتحكم في كمية المياه اللي احنا بنضيفها إلى الشبكة المحبس الأخير اللي هو محبس لتشغيل السمادة وده بيتحكم في أننا نضيف السمادة إلى الشبكة وبضيف السمادة للشبكة وبالتالي أنا أنا بعمل عملية تسميد طيب أنا مش عاوز أعمل عملية تسميد بكفل المحبس ده وبالتالي بفصل السمادة عن الشبكة القدام دولت أشكال محابس أشكال محابس الأولا ده بنسميه محبس فراشة ده من الفيلد نفسه ده محبس اسمه محبس فراشة الشكل التالي ده بنسميه محبس بليا محبس بنسميه محبس بليا والتالت ده اسمه محبس سكينة والحقيقة هم أسميهم رجع عن طريقة إزاي بيقدر يمدع المياه إزاي بيحبس المياه هنا بيسموه محبس فراشة هنا بنسموه محبس بليا لأن في بليا جوه لما بنحرك المحبس بتقفل المياه وده بنسميه محبس سكينة سمام أمان وأنا في رأيي ده من أهم من أهم الأجزاء للأمان في شبكة الرأي سواء كانت بالرش أو بالطنيت سمام الأمان ده قصته إيه وحكايته إيه في بعض الحالات ممكن تشغل المضخة الصح إن احنا بنفتح المحابس قبل ما نشغل المضخة لما نيجي بندرس مهارة تشغيل المضخة اللي درسناها الحلقة اللي فاتت ده خطار ده مركزية قلنا إن احنا بنفتح المحابس قبل ما نشغل المضخة في بعض الأحوال ممكن يكون المشرف على المزرعة قليل الخبرة أو لسه جديد أو نسى أو سهى عليه فممكن يشغل المضخة قبل ونسى إنه يفتح المحابس مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جداً إلا إذا كان عندي الصمام ده صمام الأمان صمام الأمام ده عبارة عن صمام محبس أو صمام موجود في الشبكة فيه سوستة أو زنبروك سوستة لو أنا شغلت المضخة والمحابس مقفولة بتطلع السوستة دي بتقدرب السوستة دي وبالتالي بتطلع الميا من الصمام ده فأي حد موجود هيعرف إن المحابس مقفولة فهيقفل المضخة أو يفصل المضخة أو يطفل المضخة ويبدأ يزبط حاله ويفتح المحابس تاني صمام الأمام في رأي أنا الشخصي من أهم الصمامات ومن أهم المحابس الموجود في الشبكة لأنه الحقيقة بيمنع أو بيقش الشبكة من مجموعة من الخسارة الكبيرة جدا ففي حالة تشغيل المضخة والمحابس مقفولة الصمام ده السوستة بتاعته بتضرب وبالتالي بتطلع الميا من الصمام ده فبيشوفها العامل أو بيشوفها المشرف وبيتدارك الخطأ بتاعه زي هو مكتوب قدامنا صمام أمان مؤشر على غلق المحابس عند بدء التشغيل حيث تفتعه بيقشر إيه بيدل على إيه بينبه إلى إيه إلى غلق المحابس عند بدء التشغيل حيث تفتح سوستته سوستة الصمام وتخرج المياه وتنبه المزارع وتؤمن الشبكة خلصنا من مجموعة المحابس أو من المحابس ومجموعة من العدادات وحدة التحكم الرئيسية الجزء التاني فيها مجموعة من العدادات وهو عنده عدادين عداد ضغط وعداد دسع عددات قياس الضغط فايدتها ايه؟ تستخدم للتأكد من صحة الضغط او من صحة الضغط في الشبكة تاب لو كان فيه تزبز في الضغط فده بيدل ان الشبكة محتاجة عملية صيانة تاني تستخدم للتأكد من صحة الضغط في الشبكة وبالتبعية في التصرف كما ان التغير في الضغط دليل على وجود حاجة الى عملية صيانة للشبكة بيثبت عدات قياس ضغط قبل الفلاتر وبعد الفلتر بيثبت عدات قياس ضغط قبل المية ما تخش الفلتر وبعد المية ما تخش الفلتر طيب العدات التانية اللي موجودة عندنا في الشبكة عدات قياس التصرف عددات قياس التصرف وعددات قياس التصرف دي بتستخدم لمعرفة تصرف الطلومبة وده مهمة طبعا مهمة لان عن طريقها بنقدر نقدر كمية المياه المستهلكة احنا استهلكنا مياه دي في عملية الرية دي الرية دي استهلكت مياه دي وبالتالي مهم جدا 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 في جدولة الرية اذا انا عدت قياس التصرف اللي هو قدامنا في الصورة ده وهو موجود عندنا في البيوت لان هو يشبه لحد كبير جدا لعدادات المياه عدادات قياس التصرف بتستخدم لمعرفة تصرف الترومبا وفي تقدير وبالتالي تقدير كمية المياه المستهلكة وده بيساعدني في ايه بيساعدني في جدولة عملية الرية بقدر اعرف في الرية دي انا استهلكت مياه دي وبالتالي اقدر اعمل جدولة للرية وكذلك طبعا بيستخدم في تقييم الفشينسي بتاعة الشبكة او الكفاءة بتاعة الشبكة كما ان التغير التغير او التغير التغير افضل كما ان التغير في التصرف دليل على حاجة الشبكة دي لعملية ايه صيامة اذا نعيد دات قياس التصرف ده من الاجهزة المهمة جدا في الشبكة بنستدل منه على كمية المياه اللي استهلكناه وبالتالي بنقدر نستعين به في عملية جدولة الرية كذلك بقيم به الشبكة بتاعتي جزء الثالث في وحدة التحكم الرئيسي احنا قلنا جزئين الجزء الاولين قلنا المجموعة من المحابس الجزء الثاني قلنا عددات الجزء الثالث مرشحات قولا واحدا الفلاتر وظيفتها انها تنقية المياه الداخلة الى الشبكة من مما بها من شوائب وعوائل الفلاتر او المرشحات بتعمل عملية تنقية للمياه قبل ما توصل لي السواء كان الرشاشات او النقاطات وتسدها فالفلاتر بتعمل عملية ترشيح او تنقية للمياه لدخل الشبكة بتاعتي عشان ما توصلش زي ما قلت للنقاطات فتسدي للنقاطات او توصل للرشاشات فتسدي الرشاشات على حسب انا شغال شبكة راي بالرش او شبكة راي بالطنعيد وتعتبر عملية الفرطلة من العمليات الهمة وخصوصا اذا كان مصدر المياه الراي معرض للمخلفات العالقة لو عندي مصدر المياه اللي انا برو منه فيه مخلفات فيه عوالق فيه شواب بالتالي مهم جدا انه تبقى موجود عندي مرشحات او فلاتر عشان تقدر تنظف لي المياه دي خاصة لو كان مصدر المياه دي طرع او خزانات سطحية السبب الاساسي الى انسداد الموزعات واكسب الموزعات هنا النقاطات في شبكة الراي بالطنقيد والرشاشات في شبكة الراي بالرش السبب الرئيسي في انسداد الموزعات سواء كانت النقاطات او الرشاشات هو عدم استخدام المرشحات او الفلاتر كما ان انسداد الموزعات او اللي هي النقاطات او الرشاشات من اهم المشاكل التي تحدث بسبب حبيبات الرمل او الطين او المواد العالقة في الماء وعشان نتغلب على هذه المشكلة لابد ان احنا نستخدم المرشحات في شبكة الراي عندنا ثلاث مرشحات هنا هنهتم او في الغالب بنستخدم في شبكات الراي عندنا نوعين المرشح الشبكي والمرشح الرملي المرشح حلق نادرة ما بنستخدمه انواع المرشحات او الفلاتر بتنقسم المرشحات الى عدة انواع بتختلف على حسب جودة الماء الراي المستخدم ومصدر هذا الماء يعني ايه الكلام ده يعني انا عندي تلات انواع من المرشحات المرشح الشبكي زي ما قلت والمرشح الحلقي والمرشح الرملي استخدم اي نوع من المرشحات ده بيختلف باختلاف المية اللي انا برو بيها ديت ده بيختلف باختلاف المية اللي انا بستخدمها ديت جودتها ايه? يعني ايه جودتها? يعني هل المية دي فيها شوايب كتير? فيها عوايق كتير? هل المية دي مصدرها آآ 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 وطرع? ولا مصدرها ايه? يبقى. على حسب جودة المية اللي انا باستخدمها في الشبكة بتاعتي. بحدد نوع الفلتر او المرشح اللي باستخدمه. زي ما قلت عندنا تلات انواع من المرشحات. الفلتر الشبكي. والفلتر الرملي والفلتر الحلقي. انا جبت لك هنا بقى آآ كل الاشكال بتاعة الفلتر الشبكي. هنا انا فتح لك الفلتر عشان نوريك الشبكة اللي موجودة جوها هي. دي القطع البلاستيكي دي اللي في النص اللي بنحط عليها دي شبكة بلاستيكية. بتبقى مصنوعة ساعات من البلاستيك وساعات بتبقى مصنوعة من السلك. بتركب جوة الفلتر الشبكي وبنربط الحلقة دي. وهنا ده عندي آآ في المزرعة احنا كنا بنركب بنغير الفلتر فاجبتولك ادي شكل الفلتر الشبكي مركب على آآ شبكة الرأي. طيب. وده برضو آآ شكل الفلتر مويه الشبكة بتاعته مطلعينها بره. طيب. الفلتر الشبكية تستخدم الفلتر الشبكية في حالة استخدام مياه قبار. لو انا باستخدم مصدر المياه بتاع مياه قبار افضل استخدام الفلتر الشبكية. تاني. لو مصدر المياه اللي انا بروي به مياه قبار افضل استخدام الايه? الفلتر الشبكية. والفلتر الشبكية من اكثر الطرق استعمالة لازالة المواد الصلبة العليقة بالمياه. طيب. والشبكة بتاعت الفلاتر دي بتصنع زي ما قلت يام السلك يا امام النيلوم. الشبكة بتاعت الفلاتر الشبكية بنصنحها يامام السلك او من الليلوم. الفكرة بتاعته بتعتمد على ايه? او الفكرة الترشيحية للفلاتر الشبكية عبارة عن ايه? على قطر الفتحات بتاعت الشبكة دي وعدد الفتحات في البوصة المربعة. حتة الفنية دي انا بتهمني جدا. ودي اللي بتميز لي طالب عن طالب. وفي سوء العامل بتميز لي فني عن فني ومساعد عن مساعد. اديش اكل الفلتر الشبكي. وادي الشبكة اللي موجودة جواه. لكن النقطة الاخرانية دي القدرة الفلتر الترشيحية او كفاءة الفلتر الترشيحية بتاعتمد على ايه? بتعتمد على حاجتين. قطر الفتحة بتاعت الشبكة بتاعت الفلتر اللي انا حدث عليها سن الماوس دي. وعلى عدد الفتحات في البوصة المربعة. وعلى عدد الفتحات في البوصة المربعة. الفلتر الثاني الفلتر الرملية. وانا جبت لك اه فلتر رملي وعملت لك فيه مقطع عشان ابيين لك ايه اللي موجود جواه. تستخدم الفلتر الرملية في حالة استخدام مياه الانهار او المياه السطحية. اذا انا لما قلت لك في الاول قبل ما اتكلم عن مرشحات ان اختيار نوع المرشح او نوع الفلتر بيرجع على جودة المياه كنت بقصد ايه بقصد اني لو انا مثلا المياه بتاعتي كانت مياه ابار هستخدم ايه فلتر شبكية. ليه? لانها اكثر الطرق استعمالا واكثرها كفاة لازالة المواد الصلبة العالقة بالمياه. ولكن لو انا بستخدم المياه مصدر المياه بتاعي مياه انهار مياه سطحية يفضل ان انا استخدم الفلتر الرملية. طيب. الجزء الجزء المتبقي من وحدة التحكم الرئيسية. احنا اتكلمنا قلنا ان وحدة التحكم الرئيسية بتتكون من مجموعة من المحابس. وتكلمنا عن المحابس بالتفصيل. ومجموعة من العددات. وتكلمنا عن العددات سواء كانت عددات الضغط او عددات التصرق. ومجموعة من المرشحات. وتكلمنا عن المرشحات بالتفصيل وقمنا ثلاث أنواع المرشحات المرشح الشبكي والمرشح الرملي والحلقي الوحدة اللي بعد كده أو المكون اللي بعد كده في وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التسميد ما لها وحدة التسميد فايدتها إنها بتضيف الأسمدة للشبكة بتاحتي بتقوم بإضافة الأسمدة في صورة سائلة مع مياه الرأي للشبكة بتاعتها عشان توصل إلى النباتات. يبقى وحدة التسميد قولا واحدا إن هي فايدتها إنها بتضيف الأسمدة إلى الشبكة بتاعتها عشان توصل للنباتات أنا عندي نظامين ممكن أستخدمهم لإضافة الأسمدة إلى النباتات. عندي كم نظام اتين. أول حاجة باستخدم خزان خلط. بيسميه كده خزان القلط. اللي هي وحدة تسميد وبعمل فرق في الضغط ودرجة الفرق دي بتحدد سرعة سرايان الأسمدة في الخطوط تاني أنا عندي نظامين النظام الأول أستخدم خزان الخلط وبإيجاد فرق في الضغط بين مدخل الخزان ومقرجه عشان السماد ينسحب ويمشي في الشبكة الطريقة التانية طريقة الحقن باستخدام طولمبة حقن آآ للسمات في الشبكة تشغيل شبكات الري بالرش بعد ما خلصنا بعد ما خلصنا وحدة التحكم الرئيسية وعرفنا مكونات وحدة التحكم الرئيسية وشرحنا كل مكون من مكونات وحدة التحكم الرئيسية بالتفصيل دلوقتي هنتكلم عن تشغيل شبكات الري هنتكلم عن إيه؟ تشغيل شبكات الري وهنتكلم عن ثلاث أنظمة لا أربعة عن ثلاث أنظمة أول نظام الري آآ السابت الري بالرش السابت والنظام التاني الري بالرش النقال والنظام التالت الري بالرش دائما الحركة هنتكلم عن ثلاث أنظمة للري بالرش الأول الري بالرش السابت ودي بعمل إيه بقى؟ بعمل شبكة ري في كل المزرعة بتاعتي ما بتتحركش سابتة بصمم شبكة ري بتشمل كل المزرعة بتاعتي من أولة لآخرة لها عيب طبعا لها عيب إنها مكلفة جدا إنها مكلفة جدا لأمتى بنستخدمها؟ بنستخدمها في المحاصيل اللي أمرها طويل في الأرض وللعائد الاقتصادي بتاعها عالي جدا عشان نقدر نعوض تكلفة الشبكة العالية إذن أول نظام النظام السابت شبكة ري بالرش سابتة وهنا بعمل شبكة ري في المزرعة اللي أنا بصمم لها شبكة ري سابتة في كل المزرعة طب نظام التاني الري بالرش النقال الري بالرش النقال وهنا بعمل بصمم في جزء من المزرعة شبكة ري بالرش بعمل في جزء في المزرعة شبكة ري بالرش ولما الجزء ده بيروي بنقل الجزء بنقل الشبكة للجزء اللي بعده عشان كي سمناها الري بالرش النقال لما الجزء ده بيخلص بنقل الشبكة للجزء اللي بعده وهكذا لحد ما قلص ري لكل المزرعة سواء كان بقى ده النقل ده النقل اليدوي اني بنجلها العمال بينجلوا الشبكة بيدون من مكان الخلص للمكان اللي لسه هنرويه او ان انا بشد من اخر الخطة او نستخدم العجل فيه سبل وفيه طرق كتير جدا عشان انقل شبكة الرأي من المكان الى مكان اخر تب ايه مميزاته مميزاته ان تكلفته اكيد اقل من تكلفة شبكة الرأي المستديمة اللي بنعملها في كل المزرعة تب عيبه اهم عيوب ان انا محتاج ايدي عاملة كتير اهم عيوبه او اهم عيب فيه ان انا محتاج ايدي عاملة كتير النظام التالت بقى ان انا اعمل شبكة رأي متحركة وهنا هنتكلم بالتفصيل عن الرأي المحوري الرأي المحوري هو طريقة من طرق الرأي بالرش دائمة الحركة الفكرة عبارة عن ايه اني باجي فيه اه مركز او فيه وسط الارض وبعمل اه مكان المكنة او المكنة وبعمل محور بحمل عليه الانابيب بلف على شكل دايرة عشان كده بنسميها نظام الرأي المحوري او نظام الرأي دائمة الحركة وده هنتكلم عنه بشيء من التفصيل تعالي دلوقتي بقى نشوف انظمة الرأي المختلفة وكل نظام عيوبه ومميزاته وشكله ازاي في الفيلد يمكن تقسيم نظام الرأي بالرش الى ثلاث انظمة واحد الرأي الثابت اتنين الرأي النقال ثلاثة نظام الرأي دائمة الحركة اول نظام عندنا نظام الرأي الثابت اول نظام عندنا نظام الرأي الثابت بيتم فيه تركيب خطوط رئيسية وفرعية وحوامل الرشاشات والرشاشات ثاني يتم فيه تركيب خطوط رئيسية وخطوط فرعية وحوامل رشاشات ورشاشات بالعدد اللي يكفي للارض كلها نركز مع بعض عشان نعرف نفرق بين الثلاث انظمة النظام الاول هو نظام الرأي الثابت فيه بيتم تركيب خطوط رئيسية وخطوط فرعية وحوامل رشاشات ورشاشات بالعدد اللي يكفي بالعدد اللي يكفي الحقل بالكامل وتبقى الشبكة سابتة طول فترة المشروع والشبكة بتحتي ما بتتحركش بتن سابتة فيه المزرعة أو الحقل طول فترة المشروع تاني اذا نظام الاول نظام الرئيس سابت وفيه بنركب الخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية وحوامل الرشاشات والرشاشات فيه كامل مساحة الحقل وتظل سابتة طول فترة المشروع زي ما قدامنا كده ادي شبكة رئي بالرش نظام الرئيس سابت ولو لاحظت هنا هنلاقي ان الشبكة متركبة في الحقل كله وسابتة طول فترة المشروع عيوب نظام الرئيس سابت يعتبر هذا النظام من النظام المكلفة جدا زي ما قلت ولا يصل للنباتات العالية ويستخدم عادة في المشاريع الزراعية طويلة الاجل التي تزرع محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع ابنائي وبنات الطلبة النهاردة اتكلمنا في بداية الحلقة عن المدخة الغاطسة النوع التاني من المدخات اللي بنستخدمه في شبكات الرئي وقلنا بيفضل استخدام المدخة الغاطسة لما يكون مصدر المياه والآبار ثم اتكلمنا عن وحدة التحكم الرئيسية وقلنا مكونات وحدة التحكم الرئيسية وشرحناها بشيء من التفصيل وفي الجزء الاخير اتكلمنا عن أنزمة الرئي بالرش اللي احنا بنستخدمها سواء كان نظام الرئي بالرش السابت او نظام رئي بالرش المتنقل او نظام أنزمة الرئي بالرش دائمة الحركة في الحلقة القادمة ان شاء الله هنكمل النظامين اللي من أنزمة الرئي بالرش اللي هو نظام الرئي بالرش المتنقل ونظام الرئي بالرش دائم الحركة او الرئي المحوري وده هنشرحه بشيء من التفصيل اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في الحلقة القادمة موسيقى